وفي نفس إطار العلاقات المصرية التونسية وتعزيز هذه العلاقات عقد أمس اجتماع أعمال الدورة السادسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين المهندس شريف إسماعيل والدكتور يوسف الشاهد أشاد رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بعلاقات التعاون المتميزة جدا بين البلدين معربا عن تطلعه أن تسهم الزيارة في الارتقاء بأطر التعاون الثنائية في مختلف المجالات وأن تصفر نتائج اللجنة المشتركة وتوصياتها عن آليات جديدة تعمل على دعم حركة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين بما يتلاسب مع طبيعة وتمييز العلاقات بين مصر وتونس تقارب كبير في المسارات التونسية والمصرية بعد 2011 وربما اليوم نسعى إلى توطيد العلاقة أكثر ما يمكن حتى نستجيب إلى رغبة الشعوب وتكون هذه العلاقة السياسية المتميزة بين تونس ومصر مجسمة على الأرض مجسمة في مستوى التبادل كان هناك أيضا منتدى اقتصادي جمع رجال عمال تونسيين ورجال عمال مصريين البارحة وذلك دورنا كسياسيين هو توفير الإطار وتوفير المناخ بهذه الاتفاقيات ثم القطاع الخاص يأخذ بالمشعل لتفعيل كل هذه الاتفاقيات وإن شاء الله فيه اجتماع للمعانيين بهذا الأمر خلال هذا الأسبوع والتنصيق مستمر مع الجانب التونسي على أعلى المستويات فيما يخص القضايا التي تهم المنطقة سواء كان في سوريا أو يمن أو ليبيا تحديدا هذا التنصيق مستمر وتشاور مستمر وهناك اتفاق كامل على الرؤية بالنسبة لهذه المشاكل معي الرئيس الوزراء من نظرة أهمية هذا الاجتماع الاجتماع طبعا دي اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية بتنعقد في مصر عقب انعقدها في آخر مرة كان في تونس في سبتمبر 2015 دولة الرئيس أشار إلى كل الموضوعات التي تم المنقش فيها نحن بنسع من خلال هذه اللجنة إلى رفع مستوى التعاون والتنصيق بيننا وبين تونس إلى مستويات أعلى مما هي عليه في إطار العلاقات المتميزة مع تونس الشقيقة التفعيل بمجرد التوقيع ولكن الأهم شيء هو أن السادة الوزراء تبادل الزيارات وتبادل الاجتماعات وعقد الاجتماعات والمتابعة المستمرة والتأكد من أننا نسير في الإطار الصحيح وأننا نحقق وننفذ ما جاء فيه هذه الاتفاقيات والإطار العام لما تم الاتفاق عليه في اللجنة الحالية حدد عشر اتفاقيات شاركتم رئيس الحكومة فرحة التفاقيات اليوم في المتتاح شاركتم التونس فرحة التفاقيات طبعا تونس يهمنا تواجدها ونهنئ الشعب التونسي كله بتواجده في كأس العالم والحمد لله لدينا أربع فرق عربية المغرب الشقيق والسعودية الشقيق وتونس الشقيق ومصر ودي شيء إيجابي جدا إن شاء الله ولكن نعمل أنهم يكونوا في مجموعات وتفرقة شكرا فأنا اشتركوا في القناة